لا تتوقف سلطات النظام التركي عن ممارسة الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي وأعضائه للنيل من قوته وتأثيره فقد أوقفت سلطات النظام خمسمائة شخص واعتقلت أربعين من أعضاء الحزب خلال الشهر الماضي وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة أرتي غيرتشيغ التركية المعارضة وقالت إبروغوناي المتحدثة باسم الحزب في مؤتمر صحفي بأنقرة إن حزب العدالة والتنمية أرسل كذلك إلى رئاسة البرلماني تسع مذكرات لرفع الحصانة عن نواب من الشعوب الديمقراطي من بينهم بروين بولدان الرئيسة المشتركة للحزب على خلفية مزاعمها المتعلقة بأحداث كوباني عام 2014 إبروغوناي أضافت أن أردوغان يحاول شغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية المتمثلة في فشله الاقتصادي الذي تعكسه معدلات البطالة والتضخم والأحوال المعيشية الصعبة للمواطنين التي تدفعهم للانتحار وفي سياق موازن لما جاءت به جوناي اتخذت أزمة البنك المركزي التركي منحا جديدا عقب دعوة اثنين من المسؤولين السابقين في البنك إجراء تحقيق رسمي في خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي العام الماضي الأمر الذي أضر بقدرة المركزي على ضبط الأوضاع المالية في البلاد وتحدثت المعارضة مدعومة ببيانات رسمية أن المؤسسة المالية مديونة بنحو ستين مليار دولار وقدر بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن البنك المركزي أنفق قرابة مئة مليار دولار من احتياطاته في الأشهر العشر الأولى من عام 2020 مع انخفاض الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو وبعد هذه الخسائر الضخمة دعا سياسيون ومعارضون للنظام التركي إلى الكشف عن مصير هذه الأموات ترجمة نانسي قنقر